الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر شهد عن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله عيّ على الصلاة عيّ على الصلاة عيّ على الفلاة عيّ على الصلاة عيّ على الصلاة لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله وَسِيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّةَ وَمَنْ يُضْرِقُ فَلَا هَرِيَلًا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شرك له وأشهد أن سيدنا محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أرسله بالحق بين يدي الساعة بشيراً ونذيراً وداعياً إلى الله بإذنه وسراجاً منيراً فَمَنْ يُطْعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ رَشَدَ وَاهْتَدَى وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ وَغَوَى وَلَا يَضُرُ إِلَّا نَفْسَهُ وَلَنْ يَضُرُ اللَّهَ شَيْئًا أما بعد فإن خير العديث كتاب الله وخير الهديهة محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشغل جمول محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمزه ونفه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور الرحيم بسم الله 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 الرحيم وألوه ومسلم 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 تقول قد حضر ما ترى رسول الله يا رسول الله ومسلم 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 ما أفضل التعامل نحن كبير إلى بعد من قلت لم نعرف ماذا أخبرتم أحد أو لا فأردت أن يكون أخر لديك أن يمس جلد جدك الأفضل الألأة هذه هي من الأحب لا تستطيع أن يتلق للمدل ما أعرف ما ستحق بعد من قلت ستترى إلى بعد وأنت اللعاء من الصحابة what really meant for me to do was to join my skin to your skin ya Rasulullah such love for the Prophet Sayyiduna Rabia ibn Kaaban Astaelmi the doorkeeper of the Prophet whenever the Prophet need to ever make wudu or any Sayyiduna Rabia ibn Kaaban would assist him and help him and once he saw him, he saw ربيعا والآ fears объяв 30 سن أسفل وعبائلات وغوات وعنه فتاكن وعنده قد أطبعي سل وحقه ماهما يريد سيدنا ربيع صلى الله عليه وسلم مرافقتك في الجنة يا رسول الله أسلم اراك فتاك 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 إيجاد أو بإمكانه أهم certification مختلفة شكرا جعيان الأحدث أنت أفضل في حياتي مواصلة ألريك ٍي ما روح ما شروع حياتي ماهو الثمرة؟ ماهو الثمرة؟ ماهو الثمرة؟ ماهو الثمرة؟ هو إطاعة هو إطاعة هو إطاعة هو إمام شاقعي رحمه الله تعالى فإن نسلسل لو كان حبك صادقا لا أطعته إن المحب لمن يحب مطيع وإنك نحن 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 were you love to be truthful and honest you would have obeyed him because the lover is always obedient to the one who he loves. As Allah subhanahu wa ta'ala says in ayatul mi'na in the ayah of testing قُلْ إِن كُمْتُمْ تُحِبُونَ اللَّهَ فَاتَّلْهِعُونِي يُحْبِبُكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ وَفُوْهُ وَحِيمُ Tell them oh my habib sallallahu alayhi wa sallam if you truly love Allah subhanahu wa ta'ala then follow me فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبُكُمُ اللَّهُ and Allah subhanahu wa ta'ala will love you as a result وَيَغْفِرْ لَكُمْ تُنُوبَكُمْ and Allah subhanahu wa ta'ala will forgive you for your sins for very you subhanahu wa ta'ala isa la qufura and arraheem the all forgiving, the all merciful and we find again in the jama'ah of the sahaba radiya allahu ta'ala the epitome of the ita'ah of the Prophet sallallahu alayhi wa sallam the peak, the ghaya of the ita'ah the ita'ah of the Prophet sallallahu alayhi wa sallam they're following the Prophet sallallahu alayhi wa sallam in so many incidents we find for example Sayyiduna Abdullah bin Rawaha radiya allahu ta'ala anhum when he was about to enter into the masjid of the Prophet sallallahu alayhi wa sallam and the Prophet sallallahu alayhi wa sallam said to somebody inside the masjid uqud, sit down and Sayyiduna Abdullah bin Rawaha radiya allahu alayhi wa sallam outside the masjid he was not the one who the Prophet sallallahu alayhi wa sallam intended by his word uqud, sit down Sayyiduna Abdullah bin Rawaha radiya allahu alayhi wa sallam sat down outside of the masjid in obedience to the Rasul sallallahu alayhi wa sallam and afterwards when the Prophet sallallahu alayhi wa sallam وقال ارادة دائماً يقول حالة عبد الله وقال أرادت لك عبد الله بن روحه رضي الله عنه وقال يا رسول الله كيف يمكن أن تتعب في تحديث عبد الله حلوك وقال إذا قضى الله ورسوله أمراً لكي أمراً يكون لهم أشخاص منا كيف يمكن أن تكون ذلك فتاة صلى الله عليه وسلم وماذا كان لمؤمنين ولا مؤمنين إذا قضى الله ورسوله أمراً أَيَّكُونَ لَهُمَّ أُزْخِيَعَةُ مِنْ أَهْلِهِ It is not befitting for any believer male or female that whenever Allah and His Messenger they decree anything that the believers, male or female should have any choice in the matter the proof of our love for the Prophet is in His إطاء is in obeying His command صلى الله عليه وسلم and following His Sunnah look at the amazing incident of Sayyiduna Julaibīb رضي الله تعالى عنه that Sahabi who was not the most handsome of men who was not the richest of men and the Prophet loved Sayyiduna Julaibīb رضي الله تعالى عنه and the Prophet said to Allah Sahaba, marry to me your daughter So awaits me ابن Entrepreneur So this man became happy and ecstatic my daughter who pesky was the nigga of Rasul Allah صلى الله عليه وسلم the Prophet said No, not for me dude妳aroo leiīb and then the man became a bit hesitant and he went back to his wife and she became ecstatic The Prophet قال مرحباً لدينا مرحباً لصفة فهي صحيحة وعند 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 وليه وعند وراجعة وعند ويقول هذا مرحباً لدينا مرحباً لدينا مجرد ومجرد الجسد ومعينها تجيب ستجه and they found Julaybib murdered, martyred in the battlefield, surrounded by seven guffar. He killed all of them and then he succumbed to his wounds. The Prophet ﷺ carried him, hugged him and said, هذا مني وأنا منه. This Julaybib, he is from me and I am from him. And then the Prophet ﷺ buried him in his qabr. Such benefits from following the Prophet ﷺ, following his sunnah ﷺ, adopting his commands ﷺ. This is the true test of a person's iman. It's our following of the Prophet ﷺ. The same way that Siddiq and Farooq ﷺ, they followed the Prophet ﷺ. As Allah ﷺ said, a sense of a mizan in the Qur'an. Allah ﷻ said, that's of escalons for us to measure our iman. And Allah ﷻ says, فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِهْتَدَوْ If they believe the same way you have believed of the sahaba of my Prophet ﷺ, فَقَدِهْتَدَوْ Then they have been guided correctly. Then they have been guided around. Following the sunnah of our Prophet ﷺ. Because we do not have any choice in this matter. This shari'ah of Allah ﷻ, the way we want to love is not to ourselves. Rather, it is the way Allah ﷻ legislated. And His Nabi ﷺ taught us. And the way the sahaba ﷺ ﷺ, the way they understood. Because our deen, it is complete. because our deen is not in need of any ziyadah or any muqsaan. Our deen is not in need, it is free of any addition or any subtraction. As Allah ﷻ says, اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينة Today, I have completed for you your deen. And I have perfected for you my favor upon you. And I am satisfied for you Islam as origin. And we all know the famous statement of Imam Malik ﷺ فَمَا لَمْ يَكُنْ يَوْمَ إِنِ دِينَا لَمْ يَكُنِ الْيَوْمَ دِينَا Whatever was not part of the deen of the Prophet ﷺ when he went allahu subhanahu wa ta'ala read this ayah, it can never be part of the deen today. The sahaba ﷺ ﷺ ﷺ, how did they see the acts that people innovate into this religion of Allah ﷻ? ﷺ 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 اسم كرامة للسعجة فى الله سبحانه وتعالى نقذ المؤمن والله في التسيطة وإن رآه الناس حسنا إذن لو كانت الناس بحير أن المنظر فهل ليس بالحيد كالا هذه المنظر جدا المنظر صلى الله عليه وسلم سبحانه وتعالى لأقمارك سيدنا حذيفة بن اليمن رضي الله تعالى لأنهم سيدنا الحذيفة رضي الله ع positive كل عبادة لم يتعبد بها أَصْحَابُ رَسُولِ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمْ فَلَا تَعَبَّدُنْ بِهَا every single act of worship that the Sahaba رضي الله تعالى عنهم they didn't worship Allah سبحانه وتعالى with then don't ever try to worship Allah سبحانه وتعالى with that worship how can you try to seek names to Allah سبحانه وتعالى when the Sahaba رضي الله عنهم they never knew this act of worship that you are innovating Sayyiduna عبدالله بن مسعود رضي الله عنه used to say اِتَّبِعُوا وَلَا تَبْتَدِعُوا فَقَدْ كُفِيتُمْ follow and do not innovate for whatever you have been given whatever you have been granted by Allah سبحانه وتعالى and His Rasool صلى الله عليه وسلم it is enough for you it has sufficed you the Book of Allah سبحانه وتعالى and the Sunnah of His Rasool صلى الله عليه وسلم the way that those Ashab رضي الله عنه أجمعين understood that is enough for you because this Sharia of Allah سبحانه وتعالى لَيْسَ بِأَمَانِيِّكُمْ وَلَا أَمَانِيِّ أَهْلِ الْكِتَابِ it is not as any of you want it is not how any of the Ahlul Kitab want it to be ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَى شَرِيعَةٍ مِنَ الْأَمْرِ فَاتَّبِعْهَا Allah سبحانه وتعالى that commands his Habib عليه الصلاة والسلام then we have placed you Ya Rasool Allah سبحانه وتعالى upon a path of legislation فَاتَّبِعْهَا so you follow that path I have set down for you وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُ and don't you dare follow the path of those who have new knowledge our deen is to follow the book of Allah سبحانه وتعالى and the sunnah of his Nabi صلى الله عليه وآلَيْهِ وَسَلَّم the way that those Ashab رضي الله عَلَهُمْ أَجْمَعِينَ understood the way those Sahaba رضي الله عَلَهُمْ أَجْمَعِينَ understood from the promise of Allah سبحانه وتعالى in regardless how beautiful any act looks in regardless how flowery any act looks if there is no dhaleel from the book of Allah سبحانه وتعالى or the sunnah of his Rasool صلى الله عليه وآلَيْهِ وَسَلَّم a prophet صلى الله عليه وآلَيْهِ وَسَلَّم said in the Hayat of Sayyidah Aisha Sibirqa al-Tayyif al-Tahira رضي الله عنها مَنْ أَحْدَثَ فِي أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ مِنْهُ فَهُوَا رَضٌّ whoever ingrates any act of worship in this deen which has no basis in it فَهُوَا رَضٌّ then it will be rejected by Allah سبحانه وتعالى irregardless how beautiful it looks مَنْ عَمْدُ لَا عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَا رَضٌّ whoever performs any deed which doesn't have our seal of approval upon it فَهُوَا رَضٌّ then it will be rejected by Allah سبحانه وتعالى أقول قول هذا وَاسْتَغْفِرُ اللَّهِ لَكُمْ وَلِجَمِنَ الْمُسْلِينَ مِلْكُمْ ذَنْبٍ فَاسْتَغْفِيُوهُ إِنَّ وَالْقُونَ الحمد لله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الضالمين وأفضل الصلاة وأتمه التسليم على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا وحبيبنا بقرات آميننا محمد بن عبد الله المصطفى المجتبى الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين ثم أما بعدها How unfortunate can that person be? How wretched can that person be when the door of Jannah is open for him and he himself slams the door to Jannah How wretched can a person be? سيدنا أبو هريرة رضي الله تعالى عنه and he says that our Prophet صلى الله عليه وسلم said كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أضاء all of my Ummah will enter into paradise except for the one person who refuses to enter into paradise قِيلَ وَمَنْ يَعْبَيَا رَسُولَ اللَّهُ The Sahaba رضي الله عنهم were taken aback and amazed, surprised, intrigued which person would it be who would himself refuse to enter into Jannah and our Prophet صلى الله عليه وسلم said مَنْ أَطَى عَلِي دَخْلَ الجَنَّةَ وَمَنْ عَصَانِي فَقَدْ أَبَى whoever it is who obeys me will enter into paradise and whoever it is that disobeys me he has refused to enter into paradise whoever it is that acts upon the Book of Allah and the Sunnah of his Rasul صلى الله عليه وسلم in obedience to the Prophet صلى الله عليه وسلم will enter into Jannah those two sources by which our Prophet صلى الله عليه وسلم said again دعيز سيدنا أبو قريرا رضي الله عنه ومساطق الممحاكم رحمه الله تعالى إني قد ترك فيكم شيئين لن تطلوا بعدهما كتاب الله وسنة ولن يتفرق حتى يلدا علي الحوت that I'm leaving behind you two affairs لن تطلوا بعدهما as long as you hold on them you will never ever go astray the Book of Allah سبحانه وتعالى and my Sunnah the Sunnah of our Habib عليه الصلاة والسلام and they will remain together ولن يتفرق حتى يلدا علي الحوت they will remain together insufferable from one another until they are presented to me at the Hawth and Rumul Qiyamah and I would like to end with the حيث of سيدنا أبو الدار رضي الله تعالى عنه where he says in the معجم الكثير of الموت طبران رحمه الله تعالى where he said the Prophet صلى الله عليه وسلم said مَا بَقِيَ شَيْءٌ nothing has remained مَا بَقِيَ شَيْءٌ يُقَرِّبُكُمْ إِلَى الْجَنَّةِ وَيُبَاعِدُكُمْ عَنِ الْنَارِ إِلَّا وَقَدْ بُيِّنَ لَكُمْ nothing has been left nothing that will bring you closer to the doors of paradise nothing that will drive you further from the doors of Jahannam except it has been explained to you except it has already been made well evidenced for you there is no need for you to invent new عبادة how can you love the Prophet صلى الله عليه وسلم more than his حبيبة سيدة عائشة صديق طيبة طاهرة مُطهرة رضي الله عنها more than سيدنا أبو هريرة رضي الله عنه more than سيدنا أنصر رضي الله عنه as Allah subhanahu wa ta'ala widely said and I mentioned previously فَإِنْ آمَنُوا بِنِثْ لِمَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اِهْتَدَوْ if we believe the way that those Ashab رضي الله عنهم believe if we measure our Ibadat, our A'mal to the A'mal and the Ibadat of the Ashab رضي الله عنهم then only can we say we have been guided aright and if we turn away then we have turned away ourselves from the book of Allah subhanahu wa ta'ala yada sūnafis habib sallahu wa aalih wa aallih wa sallam هذا ما عندي والله تعالى أعلى وأعلم بالصلاة وعنده أتم إلي أريد إلا الإصلاح ما استطاع وما توفيذي إلا بالله عليه توكمته وإليه يريد ردنا صلي وسلم ورعاكم الله على من المبت بالصلاة والسلام عليه يقول تباركت أسماؤه وجلة ناؤه إن الله وملائكته يصليون على النبي يا إجمال الذين آمنوا صليوا عليه وسلموا تسليما اللهم صلي على محمد وعلى آل محمد كما صليت على الرحيم وعلى آل رحيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على الرحيم وعلى آل رحيم إنك حميد مجيد اللهم وفقنا لما تحق وتغطى اللهم زيننا بزينة الإيمان وجعلنا هدى تمتدين اللهم حبب إلينا الإيمان اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والأسيان وجعلنا مع الراشد اللهم طهر قلوبنا من النفاق وعمالنا من الرياء والسنتنا من الكذب وعيننا من الخيانة فإنك تعلم خابنة الأعلى وما تخفي الصدوء اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين وتنبر أعداء الدين اللهم اخفر لنا ولجميع موتانا وموت المسلمين واشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآفرة حسنة وبقنا عذاب النار ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتبع علينا إنك أنت الضوار الرحيم سبحان ربك رب العزة عم الوصفون والسلام من أرى المسلمين والحمد لله